كوثر رضيعة شاء القدر أن تولد بدون أب وبين أخوات تعرضنا لحريق أتى على أجسدهن الصغيرة بعد التهم ألسنة النار لبيتهم في ديار الكاف بالعاصمة كوثر حركت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر والدتها لفيديو أمام ضائرة باب الوادة أشهر من المبت في العراء لكن فيديو والدة كوثر كان كافيا ليعيد الأمل إلى العائلة التي تشردت طويلا في الشوارع فيديو تنقلته مواقع التواصل الاجتماعي جعل الجزائريين يتضمنون مع هذه العائلة ودفع بوالي العاصمة إلى منحها بيتا يحفظ كرمتها هذه العائلة خاصة أنها كانت صارت لها حادث أليم أدى إلى وفاة الزوج رحمه الله نترحمه عليه وإن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله إقامة طيبة في هذه الشوقة إن شاء الله بس كنت تغبنت بزاف شغول شاكف وانوح ماشي هما سمعوا بي ودوسي تاعي كان عندهم الحمد لله وكانوا يعاونوا فيها جاء إنسان قال ينبكي يقالي وش براي كنديلك الليف وانا كنت نحشم ما نكونش نحب أن نروح للصحاف وانا نحبش درت هذا الليف وحمد الله سمع بلادنا فيها الحمد لله قسم فيها المتضمنون غبطة عائلة كوثر بمسكنها الجديدة خطوة قد تكون فرصة لبعث الأمل في نفوس كل المحرومين